بدأت الناس اللي تطلع نتائجهم بقى فات سنة وسنتين عليهم ورشاقة وبنشوف وهنشوف النهاردة نمازج زي كده بدأوا يحفزوا اللي حواليهم هو ده عمل هي الفلانة عملت ايه؟ الممثلة الفلانية عملت ايه؟ الممثل الفلاني اللي كان بيتوارى خلاصه والنس نسيته وبعدين بعد جده بقى نجم في الدراما وبقى مشهور الكلام ده بيحصل المغني اللي كان على وشك الاعتزال وبقى دلوقتي مكسر الدنيا بعد جراحات سمنة يا ده ايه السبب؟ في ناس اللطيفة جدا وبتقول الحقيقة أنا عملت عملية تكميم عملت عملية تحويل مصار ومشيت على تعلمات الدكتور وفي ناس بقى لا قدر الله بس تلمش من المشاهير تقول اللي هم يعني نص ونص بيستغلوا الموضوع بعمل تكميم وعمل تحويل مصار لكن يرويج لشاي الشيخ مش عارف ايه ولا شاي امه فلانة ويعني يشترك فيه نصبة على الناس لكن سرعانة بقى بيلاقي إجازاته وطبعا ده عقاب شديد جدا بقى هو استفدت من العلم وما ناقلهش النهاردة زي ما قلت لكم في سلسلة ممتازة جدا هتستمعوا إلى تفاصيل دقيقة هنحلوا بيها كثير من المعادلات المتعلقة بجراحات السمنة النهاردة ضيفي واحد من سوبرستار هذا المجال الحقيقة عمل مهني رائع جدا وعمل فيه كثير من التركيز وأكاديمي من طراز رفيع والحقيقة بيعجبني جدا إيمانه التام بقدرات الجراحة المصرية وإيمانه بالتكنولوجيا والتقدمها وأيضا بالتيم وورك حتى وإحنا بنتكلم أول حاجة أكلمني فيها التيم وورك ضيفي العزيز واحد من نجوم هذه الجراحات في العالم العربي واحد من الناس المبدعة في هذا المجال ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور كريم صبري أستاذ جراحات السمنة والمناظير الأستاذ بكلية طب بجمع تان شمس والمدير لوحدة جراحات السمنة بمستاذ شوادي النيل وزمل كلية الجراحين الملكية بانجلترا وعضو كلية الجراحين الأمريكية والخاصل على تصنيف الجودة الدولي فيه أعلى تصنيف الجودة الدولي في جراحات السمنة الـ SRC واحد من سوبرستار هذا المجال أهلا بيك أهلا وسهلا نورني يوكسا جدا عايزة بدأي الأول من منطقة مهمة جدا ناس كتير بتفكر فيها وزيب أنا قلت للناس إحنا حلقتنا مرتبطة بإجابات على أسئلة في دماغكم حلول لمعادلات والغاز هم ما عاملينها في دماغكم لكن هي بالنسبة لكم أكيد واضحة جدا أولا تكميم المعدة لمن يصلح؟ اختيار العملية للمريض الحكاية دي احكي لي عنها بعد في البداية بيعني أحب حي حضرتك وكل سيد المشاهدين وكل فريق العمل والحقيقة طبعا أن جراحات السمنة من الجراحات اللي هي الفعالة في إنقاس الوزن الفعالة في علاج الأمراض المصاحبة للسمنة المفرطة على المدى الكبير يعني طبعا عندنا يعني يمكن يعني يمكن أنا سمتعت جدا بالمقدمة الجميلة دي وأن فيها ملخص لكل حياة الناس المصاحبة بالسمنة المفرطة وخصوصا في السن الصغير تكميم المعدة طبعا تنفع لكل الفئات العمرية وخصوصا الأطفال لأن فيه فئات عمرية زي السن مثلا من 15 سنة العشرين سنة دول بيبقى يعني عندهم نوع من يعني عدم القدر على أخذ القرار وبالتالي الأسرة هي بتبقى مسؤولة عن ذلك يعني للسن الصغير ينفع فيه تكميم المعدة لأن أحيانا ما بنبقاش عايزين الطفل حتى لو وزنه كبير بزيادة ويحتاج لتحوى المصار بنبقى يعني في اتجاه لتكميم المعدة ويمكن بدأ نشهد عندنا في الجامعة في اسم جراحة الأطفال قاعدنا يعني نزوق شوية في جراحات السنة في سن ممكن من 11 سنة والموضوع الطور يعني يمكن من سنين إن احنا بنعمل أطفال بس يكون في المجتمع العربي الوزن في الأطفال كاسر يعني الوزن فوق الميت كيلو يعني ببساطة كده لأن طبعا ما بقاش فيه حلول كتيرة في الأطفال البلونة طبعا ما تبقاش الأطفال مستوعبينها حجم المعدة صغير ما بيستحملش المشاكل الغسيان والحاجات اللي بتحصل ربما في بعض الحالات لكن الأطفال مش هستحملوها فما بنعملهاش قبل 15 سنة البلون طلعنا بالسقف شوية لتحويل المصار مش عايزين يمشي على فيتامينز فيه شوية نمو وهرموني البنات أو الإصوبيان أو محتاج نمو عظام أو نمو حتى بصفة عامة فعملية تكميم المعدة تنفع أول واحد فيهم ينفع السن الصغير اللي هو من 11 سنة وانت طالع أو يعني السن الصغير تحت العشرين سنة بنرجح عاملية تكميم إذا لم يكن إذا لم يكن هناك أمراض مصاحبة يعني يعني فبقى زي السكر مع السمنة ودول قليلين أو شوية في السن الصغير لأنه بدوا عادة بيبقوا سكر نوع أول ويبقوا زنهم قليل وبالتالي ما تبقاش يعني الاختيار الأول لهم تكميم المعدة طبعا كل الأعمار تعمل ده ولكن برضو إذا كان الوزن كاسر فوق 150 كيلو يعني خلينا في التحويل أكتر من التكميم السن فوق 60 سنة عندنا مفاصل دخلين على مفاصل صناعية وعايزين نزل شوية وزن يعني كل همين عايزين نزل شوية وزن كفاية تكميم فلا حلولها لكن هناك بعض الناس اللي لا يصلح لهم عملية تكميم المعدة الناس اللي هم عندهم ارتجاع شديد في المريء ودي عايز أقولها لكل الناس إذا كان عندك ارتجاع قيمه كويس قوي وعمل منظر المعدة تشخيصي مقابل إجراء تكميم المعدة لأن الارتجاع لن يتحسن بعد تكميم المعدة وبيبقى الحل فيه ربما يكون تحويل مصور المعدة الكلاسيكي حتى مش المصغر يعني في حلول جراحية يعني هينصحك بيها يعني الحد زوخي براء إن انت تعمل عملية تكميم في مين ومين ما تعملهاش أحيانا ببقى فيه فاتق في الحجاب الحاجز يسترعي برضو إما تصلح وتعمل تكميم أو تعمل تحويل مصور من الأصل يعني ده كل الناس اللي ينفع فيهم تكميم المعدة الأكل طريقة الأكل تفرق تحدد الطريق طبعا فيه ناس يعني نظرية اللي هي كانت سابقة إنه الناس اللي هي أكلت السكريات يعني تحويل أكتر وما بقاش يعني ما معتبتش عليها قوي لكن هو في الأصل طبعا الناس البالكي إيثر اللي باكله واجبات اللي هو يعود طول اليوم ما بياكلش ويجي على نهاية اليوم طب يتعمل وتسترعي زيالك هو ده اللي هو الكارب إيثر يعني اللي هو بيأكل واجبات بالكي شوية أو يعني هو صاحب الوجبة الوحدة هو ده أحسن واحد لعملية التكميم المعدة ودول إحنا بنشوفهم لكن نظرية بقى اللي هي أكل السكريات ما بقناش نتعمل عليها لأنه أحيانا بنعمل ده ومع تحويل مصور وما بتبقاش يعني طبيا ما بناش نعتمد على أكل السكريات يعمل تحويل ومش أكل السكريات فيعمل تكميم لأنش هي عموما بتقل في كل الناس ما بعد عملية تكميم أو بعد تحويل المصار فهو في الأصل البالكي إيتر أو الناس اللي هم آكلي الوجبات الكبيرة أو الناس صاحبة الوجبة الواحدة دول أكتر فيهم تكميم المعدة من تحويل المصار المنطقة أو المحطة التانية هل ما زالت التكميم هي العملية الأكثر انتشاراً في التنفيذ ده السؤال الجزء الأول من السؤال وإذا كانت ده إيه مميزاتها عن باخية العملية عملية التكميم طبعاً في العالم طبعاً يعني على حسب يعني احنا في مصر نحب التكميم أكتر من الهو حباً للناس مش حباً للدكاترة أنا أحد الناس اللي أنا ميال للتحويل أكتر لكن احنا بنحب الحاجة السهلة اللي احنا مش عايزين ناخد بعيدة منز على طول فترة كبيرة ونستمر عليها فالناس طبعاً يعني ويمكن يعني احنا مثبتين الدكتور لكن يعني بنشوف نتائج مختلفة في مراكز مختلفة ونشوف أعمار مختلفة بنشوف حالات صحية مختلفة فالناس يعني ربما ما يكونش فيه خبرة في واحد عملية تحويل المصار في مكان غير آمن ده لا يطبق التجربة على بعض الناس تانيين لأنه يعني يعني أنا يمكن كنت عندنا في النهار ده عندنا بعض في العيدات يعني أعينين كتير يعني يقول تحويل المصار لا أنا عايز أعمل تكميم مش عايز أعمل تحويل المصار هو يعني الكلمة النفساتي لكن لا طبعاً الأمريكان بيعملوا طبعاً تحويل المصار حتى الكلاسيكي مش التحويل المصار حتى الآن بنسبة قد تتعدى 60-70% النسبة الأقل هي تكميم المعدة هو ده العرف يعني احنا بنحب العملات السهلة بس هي طبعاً أنا عايز أقول كلمة أن عملية التكميم ليست هي الحل السحري الوحيد من غير أن أنت تهزب حياتك اللي هي المتعلقة بالتغذية اللايف ستايل لازم يكون فيه موديفيكيشن يعني أو يعني تغيير في نمط الحياة عملية التكميم عملية راقية جداً هتنزل الوزن بصورة فعالة جداً هتستمر تحافظ لك الوزن جداً بس أنا بشوف الناس اللي بتحافظ على المحيط حتى اللي أنا المحيط الصغير يعني يعني الناس اللي أنا عرفها عن قرب يعني كلما كان هو فاهم العملية وبياخد تعليمات كافية هي العملية مش مجرد أنت عملت عملية ما احنا بنعمل يعني العملية ما تخدش تلت ساعة يعني ده بالفعل أبطوء أنا يعني طبعاً لكن هو المريض هو اللي اللي هيستغم العملية نفسها للمدى الحياة وبالتالي لابد العملية عبارة عن package جراء جراحي مزبوط تاخد يعني أشعة مقطعية زي اللي في الانميشن دي بتبقى مرسومة بستيف وليومتري متطور جداً بس أنت بقى يوهاف أن أنت تتابع برضو خد الكتالوج بتاعها مننا اتبع التعليمات بتاعتك على المدى البعيد أتلاقي نفسك مستفيد ومستمتع بالعملية العملية العكسية بترجع لإجراء غير آمن أو لحد ما أخدش تعليمات أو هو خير التعليمات ومش منافس فهي لازم يبقى جراح محترف إداك التعليمات المناسبة وإنت كمان مريض محترف بقى يعني خدت الباكتش كاملة محلو تعبير مريض محترف ده لازم 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 تفهم أن أنت تبقى مريض مطيع مريض تاهم التعليمات المريض بيجي أحياناً لك عايز يعمل جراحة تتطلب منه تحليل تتطلب منه أشعات تتطلب منه حاجات قبل العملية تحتيرات قبل العملية كتير من المرضى على فكرة عندهم ثقافة فكرة يا باش يا الله نعمل بقى العملية أنا خلاصاً نعمل عمل العملية وكتير منهم على فكرة يقول لك الجملة دي أكيد حقيقة إحنا بند وقت جد يعني بحيث أن إحنا نقيم الوعد لأنا شايف أن القرار الجراحي أنا يعني ممكن النهاردة برضو كان يعني عيان هو مرتب ظروفه على عملية تكميم المادة وهو عنده ارتجاع وبياخد علاجات لتكميم المادة وعنده حاجات طبعاً هو ما يعرفش يعمل تكميم المادة من غير ما نقيم الوضع هو عايز يعمل عملية عايز يعمل بكرة مش نافع وجايب فحوصات وتحليل وعايز ينزل في لستة بكرة وقال لي أن أنا مكلم يعني مرتب ترتيبتي اللي هو الشخصية على أنه يعمل عملية لكن لابد من القرار الصحي المصبوط الطبي أصلي يعني يمكن حيكو قلت كلمة في المقدمة أن دي حاجة زي ما تكون رياضية ده جراحة يعني ربما يكون المريد في دماغه حاجة عايز يعملها زي صحبه زي حد لكن لا يكون الاختبار المصبوط بالنسبة لهم مش نفس العملية ناسب كل الناس ولا نفس الناس ناسبها كل العملية يعني هو العملية الجراحية لازم تتاخذ عن حرص قال لي حاجة كمان أنه كان عنده مشكلتين يعني كان عنده جاله إشال المرارة بقى الفترة كبيرة وعنده حصوات في القناة المرارية إشالها من أربع سنين وحط دعامة في القناة المرارية طبعا ده لو عمل تحويل مصار هو ربما يرجع له تاني الحصوة في المستقبل هيحتاج لـ ERSP أو منظار قناة مرارية طبعا أنت هدخل إزاي بعد تحويل المصار فإذا ربما يكون القرار محتاج يعني تحفظ شوية قبل ما تعمل عملية تحويل المصار طبعا عنده مشكلة تانية عنده ارتجاع في المريء شديد أنا مش عمري ما عاملك عملية من غير ما تقيم للوضع ده بالنظار ونقيم مضعك مزهود بحيث أن أنت تاخد القرار الجراحي إحنا يعني في نهاية الأمر عايزين نحسن اللايف ستايل أنا مريد سمنة عندي مشاكل قد تكون اجتماعية زي الطفل اللي هو عايز يطير ده ومش عارف يطير ونفسيا محطم ما عندهش قدرة للرياضة ما عندهش قدرة البنت مش عارفها تلبس تتحرك تروح تخرج وده اللي احنا بنشوفه عايز يحسن حياته احنا دورنا أن احنا بنقله للحياة أفضل هتبتدي من قرار الجراح يبقى إذن لازم تعمل كل فحوصاتك الطبية كما يجب ترجعها مزبوط تاخد قرار جراحي بتأني هي حرفة يعني محتاجة رأي جراحي مزبوط طبعا للتغذية لو أنت تاخد حتى طبيعة أكلك الحياة المرضية بتاعتك تريقي الجراحي زي الراجل اللي كان عنده حصوات في القرآن المررية يعني الموضوع محتاج حسبة رياضية في واحد ينفعه كده وواحد ما ينفعه كده وواحد ينفعه كل حاجة ويختار اللي هو ينسبه يعني محتاجة يعني قرار يكون بارتاحية بالنسبة للجراح الجديد في تكميم المادة هل الجديد مرتبط بزيادة معدير الأمان بتقنيات معينة بتريكس معينة في الجراحة تدي ميزات للجراحة طبعا الجراحة المحترف هو أمان للمريض يعني احنا طبعا الجراحة مش جست أن أنا أدخل قص المادة مش كده خالص ده الموضوع يعني فيه شغل كتير جدا هو طبعا يعني يمكن على المستوى المريض هو يهمه الحاجة اللي هو عايز يطلع ياخد عملية يخس بيها كويس يعني الحاجات الجراحية تتعلق بخبرة الجراح بنسبة قد تصل إلى 95% هي الضربة في العمليات يعني العمليات مزبوطة إن شاء الله حتى لو متابعتش عمليات تكميم مش محتاجة متابعة يعني شديدة يعني ولكن أنت لو عملت عملية مزبوطة كما يجب أنت خلاص أنت يعني كده تمام طبعا العملية الجراحية اللي هي داخل العمليات نفسها هي عملية قص معدى يعني إن كان العين شايفها من قصه لكن لا فيه احترافية شديدة ده مش تسايب جزء من المعدة متسايب قوبة المعدة مش تسايب التوقف المعدة مش تسايب دي في المعدة ده يعني دي حاجات كلها احترافية النمرة التانية بقى الفتحات اللي هي التجميلية فيها بقى يعني حاجات فيك يعني طبعا دي مش وقعية خالص احنا الشكل التجميلي حاجة واللي بيحصل جوه العملية دي حاجة تانية اعمل المعدة وسب طبق الدهون على المعدة ومنت الفيكسيشن عملنا حاجات يمكن متطورة شوية تمنع التسريب والنزيف واللتواق والحاجات دي دي حاجات طبية داخل العملية أما الشكل التجميلي الخارجي طبعا الناس طبعا فيه تطور رهيب يعني من الفتحات الخامسة ميلي صغيرة وانا ليه اعتاب على بعض الناس اللي هم بيقولوا ان هم بيعملوها بالنان تكنولوجي ما فيش حاجة اسمها كده يعني دي فتحات صغيرة منظر يا جماعة يعني منظر لابروسكوب فتحة خامسة ميلي احنا لم نستخدم النان تكنولوجي ولم نستخدمه ولن يستخدم احنا مفيش حاجة اسمها النان تكنولوجي يعيب يعني فالنمرة التانية تعبيراته جريه لا ما صحش يعني احنا في مجال على فكرة الجامعة خارث اكشن في القصة دي عندنا في عين شامس والوضع طبعا كل يعني الحاجات الغير النان اسيكل كلها هيتم العقاب لها واحنا لا يصح ان احنا نحط نفسنا في وضع يعني تجاري الموضوع علمي بحت مش حاجة اسمها النان تكنولوجي يعني في حاجة اسمها كده لا وبعدين انا بس هو اسمه اتركتف تجاريا بس لا ما يصحش احنا اساس الجامعة يعني طبعا احنا نشوف الحاجات دي ونقول عليها انه غلط والحاجة الصحة ان احنا نشكر فيها توزيع الفتحات ان احنا نقلل من عدل الفتحات تاورد جدا اعمل في البكيني لاين بطريقة كويسة جدا احتاج بعض الحالات اللي انت تعملها سيليكشن كويس طبعا في بعض الحالات تقول لي اعمل من البكيني لاين اللي سليف يعني اعملها طبعا انت عندك فاتف حاجة بالحاجة بشي طرق تجيبه اشترق سليجه كويس طبعا تعور العيان طبعا انت بتحتاج في حاجة اسم الارجنوميكس انا اشتغل اتئيز اشتغل زي ما تركب عربيةك كده عايز تقعد مرتاح وتزبط الكورس بتاعك وهو ده الارجنوميكس ان انا فن ان انا اشتغل وانا مرتاح ده مش متوفر في البكيني لاين في واحد عنده 170 كيلو وهو عنده فتح جاب حاجز ولا عنده حاجة عايز تعملها له يبقى ازي انا اتئيزيه اكتر ما فالجراحة هي فن الجراحة هي خبرة بامانة طبية مصبوطة اه مش يعني زي ما بيقولوا كلام للمرضى اكتر وكلام من ناحية الاعلامية لكن الكلام العلمي زي ما الدكتور كريم قال عيب اوي ان احنا نروج لأفكار انا في رأيي انها هتضر الجراحة او هتضر الثقافة الناس حولها الجراحة اكتر ما هتفيد مفيش حاسمها نانا تيكنولوجيا وبرضو فكرة انا ندخل من تحت او او قوي كده حاجة غير منطقية خالص في بعض الحالات بتنفع يعني تسان كيلو ميت كيلو حتى لو قازت شوية في الوزنة بس البطنة تكون يعني مناسبة لان احنا نعمل فعال عملية بامان احنا ما نحطش العيام في ريسك استويشن ابدا هو ده السؤال التاني يعني يعني الريسك دايما الناس بتسأل على الريسك اكيد المريض من اول ما بيقعد معك بيسألك على ايه اللي ممكن يحسب في العملية مضعفات كومبليكيشن هو الموضوع المضعفات هي موجودة في كل الجراحات لكن تقل بنسبة قد تصل الى يعني تسعة وتسعين في المية لمية في المية مع الجراح المحترف وهو ببقى ايه للمريض الريسك قد ايه لكن كلما كنت جراح محترف حتى لو حصل مضعفات ما انت بتعليجها يعني هو احصل ايه لكن هو الفكرة في ان انت تعمل عملية بروسيجور محترم باحترافية شديدة العملية قد لا تستغرق يعني عشرين ديئة في يعني في تسعين في المهم الحالي النبرة التانية انه والامان زاد جدا لان طبعا احنا فيه تقدم رهيب في مجال جراحات السم يعني عادت حالا كتير مناظير متقدمة جدا الدباسات دلوقتي بقت حاجة يعني دباسة زي الدباسة السجنية انا مش بعلم عنها ولا حاجة هي يعني دباسة عادية يعني لكن هي بقت فيها سوفتوير زي كمبيوتر صغير بيترجم حتى سرعة الغيار لو سمك المعدة يعني اعلى من الهايد عادت الي دباسة الكترونية يعني تعائمها هي يعني الاستقبل من استخدام التانية بتستخدم التكنولوجي اللي هي الدباسات السلسية تعقوم يعني أنا لا أعني أن احنا نستخدم الدباسات دي في كل العينين احنا ما نشتغل بالدباسات الجيسي عادي اللي هي الحاجات اللي هي الأمريكية العادية تستخدم عادي جدا وبنخيط عليها كمان بحاجة اسمها وناخد الدهون اللي احنا فصلناه عن المعدة اللي اتفصلت ونمخيطينها تاني يعني بسمك العادي فيعني أنا كجرح لا يعنيني أن أستخدم الدباس السكني أو غيره أنا أقصد أنا أقدر أشتغل بأي نوع من الدباسات اللي هي الحديثة طبعا لإني أعرف أشتغل بيها بأي دباسة بأي نوع من الدباسات وحتى الدباسة السكنية بالرغم أن هي السيلينج باور بتاعها عالي جدا بالرغم أن هي يعني بتعمل المستيس حلو جدا إلا أن برضو بخيط فوقها باخد طبقة تانية تأكيدا للخصة دي ويمكن عايزة أقول لحيك أن احنا يعني بقانا يمكن سنين ثلاثة أربع سنين ما شفناش حالة تسريب واحدة في حالتنا بطريقة اللي هي developmental fixation تسبيت طبعا دهون منديل البطن فعلا أو يعني الجزء اللي احنا بنبصله من الدهون عن المعدة اللي هي اللي تبقى موجودة بنقم خيطينه تاني بfull sickness بغرس عادية كأنك قفلت المعدة مرتين السؤال اللي دايما الناس بتسألوا إزاي أخا يعني شبح رجوع الوزن شبح رجوع الوزن ده من الحاجات الكتير من الناس بتفكر فيها طبعا كل أنواع جراحات السمنة فيها يعني نسبة لرجوع الوزن مع عدم المحافظة وده اللي احنا بتدينا به الحلقة إن احنا لازم زي ما أعملنا عملية بطريقة فنية جميلة احترافية خد تعليماتك اللي هي الطبية المصبوطة امش على التعليمات المصبوط مش هيرجع لك وزنك رجوع الوزن يعني إن العيان عايز رجع وزنه يعني زي اللي هو عمل تكميم معادة وليل نهار بيستردن سكريات بيأكل سكر وشوكولتات وإسكريم وحاجات طبعا ده مش هتمنعه من رجوع الوزن يعني مش هتقدر تمنعه من رجوع الوزن العينين مختلفين في الأعمار مختلفين في النشاط اليومي مختلفين في طريقة المعيشة في حاجة بتحصل إنه ما بيبقاش فيه لينك ما بين الجراح والمريض بتاعه في الفترة اللي ما بعد العملية هو المريض بيعمل العملية وخلاص ما فيش تعليمات ما هو ما فيش أصلا كتالوج رجوع الوزن يتعلق بالمريض 100% وخصوصا أنا بقالي فترة يعني أكتر من خمس سنين بعمل حاجة اسمها ستيفوليومتري ما بعد العملية يعني ده أشعة مقطعية بالسبعة سلسية الأبعاد بعملها في كل حالاتي ما بعد العملية بترسم شكل المعدة وتقيس حجمها وتديك أورينتيشن مظبوط تقولك إن المعدة دي يعني مرسومة يعني دي حاجة كده أنا بشوفها والمريض بتاعك شوفها تيجي بقى بعد 4-5 سنين بتبقى عامل نفس العملية بنفس الأسلوب بنفس الكاليبريشن تيوب لـ 3-4 عينين يمكن يكونوا من أسرة واحدة استجابيتهم مختلفة واحد بحفظة الوزن مظبوط واحد ننزل وزن كويس واحد منهم ابتدأ يزيد تاني تعالى بقى زيدت في الوزن زيدت في الوزن ليه تعالى بقى نقيم الأشعال المقطعية ربما تلاقي الأشعال المقطعية كويس النفس المعدة حجمها أو زادت شوية طبيعة الأكل بتختلف تماما أنت بتعمل إيه أنا بقى أكل الوجبات اللي همها 3 وجبات في واحد تاني بيأكل واجبات صغيرة بس تتعلم أنه يأكل 10 وجبات في اليوم إيوه أنت هتعمله إيه إما أنت مش تمشي وراه النوع التاني في واحد تاني أكل سكريات بشراه واحد تاني بحفظ هو عارف أكله إيه وشربه إيه واحد تاني لا ده هو أكله كله سكريات وشوكولتات وأسكريم هو ده عايش على كده فهي النمط بتاع الحياة إحنا لن نقدر إن إحنا نغيره عند لكن أنا هو ده المتاح اللي أنا قدر أعمله كراجل جراح أستاذ جامعة أنا بعمل لك عملية علمية طبية مظبوطة وديك أشعاعات موسوقة إن أنت تقدر إن أنت تستفيد بيها استفيد بقى الجملة اللي أنت قلتها في الأول إن المسألة شراكة أنا وإنت طلعين طريق مع بعض أنا بطلعك حتة معينة وإنت بتكمل بعد كده بزبط لازم يكون اتفاق طبعا الفيتامينات سؤال ما عارفش أسأله لك لو ما سأله لكش بس لازم كل الناس اللي عاملها عمليات سمنة في احتياج لفيتامينز خصوصا الناس اللي هي عاملت تحويل مصار خد فيتامينات إحنا لين أسهر ما تاخد فيتامينات وخصوصا أنه أصلا معظم الناس اللي هي عندها سمنة ومفرطة وبعندهم سكر ما توقف علاج السكر العملية هتعلاج لك السكر واخد فيتامينز إيه المشكلة الواحد اللي وزنه 200 كيل وعمل حتى عملية تكميم هو مشهور يعني عملية تكميم ما تاخدش فيتامينز ما تاخد ما أنت بتنزل وزن كبير جسمك في احتياج ما تأثروش يا جماعة يعني قصة إن أنا أاخد فيتامينز خد فيتامينات إيه أنت توقف تماما والدكتور يقولك أنت مش في احتياج لفتامينز ليه تأثير يعني ما تاخد فيتامينز أنت ده مرض شديد مزمن محتاج مجهود جسمك محتاج إحنا عن نعمل إيه خد فيتامينز كما يأمرك الطبيب وليست أخذ الفتامينات مبرر أو في كلمة تخليك ما تقدمش على إنك تقال لوزنك وزنك أنت كده كده كان هيدخلك في أمراض كودك هتحتاج مش فيتامينات هتحتاج لمجموية أدوية كتيرة من ضمنها على فكرة الفتامينات لأن السكر يحصل ما هو السكر من أساسياته الفتامينات حاجة تانية بقى اللي بيروجه إن إحنا ما بناخدش فيتامينات نقول لهم إيه أما هم وفي ناس بتبدأ تقول لك إيه لا ده أنا ممكن أعملك العملية وما تاخدش فيتامينز غير صحيح تماما إنه أي نوع من تحويل المصار أنت في احتياج إلى الفتامينز خد فيتاميناتك لأن ده وضحة يعني فيه هناك ناس من الناس اللي عملت تحويل المصار من عينين أنا شخصيا يعني بيجوا بعد 3-4 سنين بمتابعة أو جايين يجيبوا عين تاني يعمل عملية من قرائبهم أو حاجة لو سألوا أنت بتاخد فيتامينز يقول لهم ما بياخدش فيتامينات والله كده بس دي مش قاعدة أنا ما بقولهاش عشان الناس طبقها بس هناك فعلاً فئة من الناس ما بتاخدش فيتامينز ما بعد تحويل المصار بحصلهمش حاجة والله ده فعلاً ده حاصل لكن لا يعني أنا طبياً بالورقة والألم لازم أتاخد فيتامينز أنا حتى في بعض العملية اللي هي اللي احنا يعني ابتدنا نعمل فيها وكان الناس بتراجلها نتاخدش فيتامينز زي السياسي عملية كده تكمين مع تحويل المصار الناس يعني بتراجلها لا أخد فيتامينز كمان إيه المشكلة أخد فيتامينات إيه لا إعمل تحليل وقيم نفسك مصبوط وشوف إليه أخبار لكن لازم تاخد فيتامينز يعني أكوردنج لتعليمات الطبيب دائماً اللي كمان سمع أو الإنصاط لكلام المرضى ورؤيتهم ورؤية التغير اللي حصل بحياتهم حجر أساسي في ثقافة فهم هذه الجراحة جراحة سمنة ميزتها الأساسية إنها جراحة لها مردود متشاف متشاف بوضوح شديد جداً وموضوح يعني هي الجراحة اللي زي ما يقولوا إيه يعني ده أنت مش مشايفها ده أنت ممكن ما تعرفش المريض بعد ما يبتعمله العملية يعني أكتر من جراحات تجميل كمان بكتير جداً هي أنا في رأيي هي أروع جراحة تجميل لأن هي بتغير حياة الناس هي بتجمل مش بس حياتهم صحتهم ولذلك الإنصاط وسماع الحالات ده شيء مهم جداً 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 في حوارنا النهاردة أكيد الجميل جداً مع ضيف العزيز الأستاذ دكتور كريم صبري تعالوا نسمع ونشوف هذه الحالة أنا الحمد لله رحت تكتور ترجمة نانسي قنقر